بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السابع من الشابتر السابع part 7 chapter 7 بعنوان rib and web سوف نبدأ بشرح عملية قطع الweb rib is thin يعني رفيع flat future of an object that acts as structural support وهنا عندنا المثال بتاع الرب هو عبارة على جسم بيساعد على تثبيت مثال هنا الجسم هذا مع الجسم اللي تحت structural support هنا كمان عندنا مثال ثاني هذا الرب بتاعنا وده بيثبت الجزء العلوي مع الجزء السفلي هنا هناخد مثال عشان نشوف ازاي نقطع الرب بتاعنا هذا المنظور وهذه المفروض normal multi view drawing لو نظرنا من هنا هذا هنعتبره elevation وهذا ايه left side side view هنعمل القطع العادي بتاعنا وهنجيب المنشار ونقسم المجسم بتاعنا وهننظر في الاتجاه هذا المفروض بعد التهشير هنتحصل على ايه هنتحصل على هذا الشكل وهنا هشرنا كل المكان ده وكل المكان ده اللي هو ايه مرة عليها المنشار لكن عشان ناخذ بعين الاعتبار وجود الرب بتاعنا اللي هو هذا هنعمل ايه هنشيل التهشير من مكان الرب يعني هنا شلنا ايه شلنا التهشير من هنا الرب ده ممكن نسميه بالعربي عصب العصب ده لا يهشر في الحالة هاد وهنا عندنا section view drawing with convention نمر الان للمسألة الويب الويب is thin هو كمان رفيع flat feature of an object that acts as structural support هو كمان بيعتمر مود بساعة على تثبيت بعض الاجزاء بتاع مكينة او الامعينة هنا عندنا مثال بتاع الويب هذا كمان يعتبر ويب وحنشوف عملية القطع هنا في حالتين في flat wise cut يعني ايه هنجيب المنشار بتاعنا وننزله كده عمودي في الاتجاه هذا ونشيل الجزء الامامي وننظر في الاتجاه هذا هنستحصل على ايه على الشكل التالي اللي هو normal section هنا ايه هنا هشرنا كل المكان ده والمكان ده والمكان اللي فوق هشرنا لكن عشان ناخذ بعين الاعتبار انه فيه وجود الويب هنعمل ايه هنشيل التهشير من المكان ده والمكان ده ونهشر بس ايه مكان الويب بتاعنا فيها الحالة الثانية من القطع اللي هو crosswise cut هنجيب المنشار افقي كده في الاتجاه هذا ونشيل الجزء العلوي وحنقوم بايه بعملية التهشير بس للمكان اللي مر عليه ايه المنشار هذا هو المكان اللي هنهشره هنا وكده ايه تحصلنا على البلان بعد عملية القطع واخرنا بعين الاعتبار وجود ايه وجود الويب اشتركوا في القناة